اشتركوا في القناة فالحلقات دي هتكون يومية وليست اسبوعية او حلقتين او ثلاثة في الاسبوع لانك لازم تسمعها وراء بعض عشان تقدر تركب الحقائق دي معاها ومع نفسك ومع ربنا وتنال من الله الشفاء اللي وعدنا به شفاء حقيقي لانفسنا من الجراح ومن الاحزان من الوجع ومن الالم اللي دخل حياتنا ربما من الطفولة واحتفظنا فيه بدواخلنا الحلقة اللي فاتت اتدينا مقدمة ايه اللي احنا عايزين نتكلم عنه تحت عنوان ارسالية المسيح المسيح جاء ليبشر المساكين بالحياة الابدية المساكين بالروح وجاء ليشفي منكسري القلب حاجة محددة كده مش حاجة عيمة بتكلم القلوب الحزينة القلوب المتألمة النفوس المكسورة فانا جاي اجبر كسرها تصلحها هلحمها من جديد في الطب العظمة اللي تتكسر ما تصلحش لا تتصلح والعظمة لما تتصلح تبقى النقطة اللي تصلحت فيها دي اضعف نقطة اقوى نقطة اقوى نقطة ده قوة الشفاء ان الحاجة اللي تكسرت لما تتصلح ما تبقىش اضعف حاجة عندي تبقى اقوى حاجة عندي وده الشفاء ربنا والوعد اللي اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت ان الرماد يتحول الى جمال جمال مش اي شنكان مش حاجة وبسة هي مش هنلزقها كده ويلا لغاية لما تموتوا بعدين نبقى لا 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 مش بكلمة كده الرماد يتحول الى جمال ده وعد ربنا ليك وليه اذا انت تمسكت به تحقق الشراء دي معجزة احنا مش بنتكلم عن اي حاجة لا دي معجزة معجزة زي ما ان خلاص النفس وان النفس تعود لربنا وتخفر خطائق معجزة لا يفعلها الا الروح القدس في حياتنا كذلك شفاء النفس معجزة معجزة مش البرنامج بيعملها المسيح بيعملها بيقول كده العهد القديم بيقول أليس بلسان في جلعات بلسان اللي هو المادة اللي هي الدواء أم ليس هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي ليه ليه ولدنا ما خفوش هو ما فيش دواء هو ما فيش دكتور ما أكثر الأمراض النفسية صح كده ما أكثر أوجاع النفس النهاردة الإحصائيات بتقول إن دكتور النفس السنين أكتر ناس شغل أكتر ممتع بالهريسة لأن الناس تعبانة لأن الناس تعبانة الدواء بيساعد يمكن بس الدواء بيعمل إيه بيسكن بيعدل بيعوض المواد الكيموية لنقصة فيها لكن في واحد يشفي القلب المنكسر في واحد عنده الدواء وهو الطبيب والشخص ده مين المسيح جاي يقول كده أرسلني لأشفي منكسري القلب لأعطيهم جمال عوضاً عن الرومانز وفرح عوضاً عن الحزن ورداء تسبيه حوض عن الروح اليائسة أنا عارف إن الحلقة اللي فاتت قفلنا على صوبعكم وكان فيه آياتي كتير مرفوعة عشان تسأل لكن اسمحولي هناخد خطوة تانية نخلص المقدمة وبعدين نقتلها أسئلة وبحثة العنصر التالت في المقدمة بتاعتنا ما نسميه تأثير الماضي في الحاضر هل أزمنة الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل تلت أزمنة مالهاش علاقة ببعضها ولا زي النفس البشرية كده الروح والنفس والجسد ركبين في بعض وقصة واحدة هل ولا مش هل خلينا نقول الرسمة ديت نقدر نقول إن الإنسان قادي الأزمنة بتاعته كده ماضي حاضر مستقبل الحاضر دايماً يعني إحنا حاولنا نصغره قدر الإمكان البنبي ده بس هو مش حتة كده ده هو إيه الحاضر عبارة عن إيه ثانية صح ثانية كل ثانية بتعدي من المضارع بتتحاول إلي إيه إلى ماضي فالحاضر الصغير أوه 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 وبحسب سنك ها بحسب سنك ده حجم إيه الماضي وبحسب هتموت إمتى مش مهاش دعو سنك ده حجم إيه المستقبل هل في خط فاصل بين الماضي والحاضر ولا أنا ابن مبارح أنا ابن مبارح ده لأن الناس مش فهمها أنا ابن مبارح بسبب مبارح أنا بعيش النهاردة والحاضر هو اللي بيصنع المستقبل بسبب أنا مين بعمل المستقبل بتاعي ففي واقع الأمر تأثير الماضي على الحاضر والمستقبل هائل احنا مش فهمين مش فهمين اللي حكاية دي ده السؤال اللي تسأل الحلقة اللي فات قلنا صبري علينا بس الحلقة الجاية هزين نشرح الفكرة دي بوضوح بفتكر كمان لما بقبل المسيح وتولد ولادة تانية وتتجدد روحي في بحلول الروح القدس في قلبي ان تأثير الماضي حصل له ايه انتهى بينما الماضي لازال مسجل فين فيه لازال مسجل فين في الهارد ديسك في الزاكرة انا عندي هنا هارد ديسك زمان ما كوناش نفهم ايه حكاية الهارد ديسك دي مش كده دلوقتي عشان الكمبيوتر فيها دي الجميع زي ما الموبايل فيها دي الجميع دلوقتي الكمبيوتر موجود عند الناس كلها ونتكلم بلغة الكمبيوتر احنا فاهمين يعني ايه هارد ديسك المخ ده فيه بروسيسور الزكاء وفيه ميموري ذاكرة اللي هي الهارد ديسك متخزن فيها كل حاجة حفرت بما فيها اللي حصل وانا في بطن امي متسجل في الهارد ديسك ده فوانا في بطن امي لو كان فيه محاولة الاجهاضي حتبقى متسجلها في الهارد ديسك ده لو الطبطب علي في بطن ماما وقالولي اهلا بيك يا حبيبي وامتا هتيجي وانزل بقى وتعالى وعجتنا ومستنينك حتبقى متسجل عندي ولو الطبطب علي اللي اخصى عليك اللي جابك مش عايزينك حتبقى متسجل عندي عقل الوعي مش مدركة لكن عقل الباطن اريها فماضي الانسان مسجل في زاكرته والمعلومات اللي موجودة في الهارد ديسك ديت هي اللي بتغذي البروسيسور بتاعي هي اللي بتغذي زكائي هي اللي بتغذي الطريقة اللي بتفكر بيها وبالتالي بالذات بقى الوجع اللي مختزن والحزن اللي مختزن دي طاقة هائلة بس طاقة ايه مدمرة مختزنة جوايا بتأثر في حاضري بتؤثر في قراراتي بتأثر في الطريقة اللي بتعامل بيها مع الناس ومع ربنا ومع نفسي وده اللي حنشوفه في رحلتنا دي اذا انا لم اشفى من ماضية حيفضل ماضية يؤثر في حاضري وبالتالي بيأثر في ايه في مستقبلي ادي مثال وبعدين نسمع قصة حقيقية من نانسي لو انت نشأت في اسرة بابا وماما بتخنقوا مع بعض وانت طبعا يعني تألمت من الوضع دوت ان بابا وماما بتخنقوا بتخنوا ليه هم همش تجوزوا عن حب هم همش فيه هم هرم عليهم واندقى جدا من حكاية دي بتقوله روحك ايه ان ما تجوز لا يمكن هعمل كده صح لا يمكن هعمل كده وبتتجوز وبتعمل ايه بتعمل كده بالصب ليه مع انك تألمت من المشكلة دي وعدت نفسك وعدت الله وعدت المجتمع وعدت الضمير الانساني انك لان تفعل لانه متسجل جواك وما خفتش منه اتربيت ع القسوة انا لا يمكن هعمل كده بتعمل زي بالظبط الاباء القساء على اولادهم اللي بيدرب ضرب عنيف اكيد هو انضرب ضرب ايه عنيف وهو بينضرب كان مبسوط مش كده وقال حضرب ابني انا اكيد حضرب ابني يعني صح بل هو بينضرب قال له روحه ايه انا لا يمكن هعمل كده صح قال لها عمل اللي تعمل فيه اذا ما كانش عمل ايه هو ده بالظبط اللي بنقوله الماضي يسجل في ذاكرة الانسان وهذه المعلومات المختزنة فيه بتملي على حاضري وعلى مستقبلي ان تتكرر في حياتي الا اذا شفيت من الماضي الا اذا الماضي ده خف ودي اخر حلقة هنقولها تجديد الزهن ان الهارد ديسك ده الهارد ديسك المختزن نرجع ونلف عليه ونزبط البيانات اللي فيه ونصححها ونشفي الميموري من القلم ومن الحزن فيفقد الماضي خدرته على صناعة الايه الحاضر وبالتالي التأثير في صناعة قصة مستقبلي خلينا نسمع شهادة واقعية من حد موجود معنا هنا وبعدين نرجع نتناقش فيها مكتس المسيح الناس بتفتكر اني قبلت ربنا في حياتي وغفرلي وبقت بنته وبقت ملكه ده تلقائيا معناه صفحة جديدة والماضي مالوش تأثير علي فبيرفض انه يمشي رحلة شفاء للنفس اللي اتجرحت بأثار الماضي ده انت فرحانة بربنا جدا لكن لازلتي حاسة انه لسه فيه ماضي محتاج يشفى يس لو قلتلي قلتلي الحاجات اللي انا عايزة اديها الربنا عشان نشفيها تقولي ايه اقول لي يا رب نفسيتي بين ايديك انا كتير كنت مرفوضة الغضب انا بغضب حاسة ان انا عايزة اخد حقي حاسة ان انا لسه انا عايزة انا لأعمل لكن هو الله بيعمل الله بياخد حقي الله بيعرف يشفي مع الوقت الوقت بياخد بياخد حايز الله الشفاء ده بياخد حايز انا لسه لحد دلوقتي عندي حاجات ما اتشافتش منها قصار ماضي قليم لسه عندي حاجات انا في رحلة عندك ايمان ان اللي ابتدى ده هيكمل اشكرك يا رب طبعا عندي ايمان بتأكد مية في مليون في المية شايفة كل يوم ربنا بيمد ايده على حاجة وبيشفيها سريعا سريعا الحياة ننسي معانا هنا وهتبقى معانا خلال السمينار ده كله وهن نقطع من قصص حياتها ونيجي ونرجع عليها لانها قصة جميلة جدا والطريقة اللي قابلت بيها ربنا عشان يدخل حياتها برضو طريقة جميلة قوي يمكن مش هنحكيها هنا لانه برا مضمون الدراسة بتاعتنا لكن افتكر دي قصة ناس كتير خليني اسأل كده من الحاضرين كم واحد يقدر يقول ننسي عندها حق انا عرفت ربنا لكن اكتشفت بعد كده ان لازال جوايا جراح وقلام محتاجة الشفاء كم واحد انتالي غالبية مش ده رد على سؤالك ودي حقيقة غائبة بس الدراسة العلمية اللي احنا بتدينا بيه هدية والاختبار العملي موجود وبيقول كده بيقول هناك فرق بين ان اقبل المسيح فتخفر خطاياي فالماضي الخطايا اللي فيه تتشال لكن لازال جوا ايه الاحزان والجروح ما تشالت فننزلت النهاردة ايه موجوع وحزين شعر بسلام وخطايا مخفورة وعارفني ليه حقيقة بدية وقدر اقول لربنا بابا صح لكن لسه موجوع لاني مخدتش الاحزان والاوجاع دي ودتها الربنا عشان يعمل ايه ايش فيها انا قبلت غفران خطايا انا قبلت الجزء الاولاني وبشر المساكين لكن ما قبلتش الجزء التاني قد اكون قبلت الجزء التالت خدت حرية من قيود روحية وقيود ادمانية وحنسمع بعض الاختبارات كده لاني كنت مدمن وخفيت خفيت من ادماني لكن لسه جروحي ولسه احزاني دي الحقيقة اللي احنا عايزين نواجهها ودي الرحلة اللي احنا هناخدها مع بعض خلال الدراسة بتاعتنا ديت اسمحولي اساعدك نفتأ نشرح نفتح الصفحة ديت وزي ما كانت اختنا بتقول لنا الحلقة اللي فاتت ان داري على مش عارف ايه يحصل ايه وخب ايه يحصل ايه بالعكس احنا عايزين نعمل ايه بالعكس احنا عايزين نكشف الجرح عشان يخف احنا عايزين نطلع المرض عشان يخف احنا عايزين نصلط الضوء على الاماكن الظلمة عشان ينقشق الظلام اللي جوانا مظبوط وده المطلوب في رحلتنا مع بعض في الشفاء النفس اني اطلع للنور من الحاجات اللي حتساعدني اني اعمر رحلة حقيقية جوايا مع الروح القدس ما تروحش الرحلة دي جواك لوحدك هتنزل مش هتطلع هتنزل ايه مش هنعرف نجيبك من جوا لكن الرحلة دي عايز الروح القدس ياخدني فيها لان هو بياخدني هيعدي ويشفي المناطق دي ويسلط النور فهتمتلق بالامل مش هتمتلق باليأس لو لوحدك واجهت كل الام الماضي هتنتحر لو الامك كتير لكن بالروح القدس كل مرة بيوريك الالم بيوريك مع الالم الايه الرجاء الشفاء بيوريك الحزن والفرح بيوريك الضلمة لكن بيوريك كمان ايه النور اللي ممكن ربنا يعمله في حياتك اللي احنا بنسميها هنا في الأسئلة البديهية تلات أسئلة اللي جايين دول هتساعدنا جدا وبعين نسمع بقى كل الأسئلة بتاعتنا في المقدمة عشان نتأكد ان احنا واضح احنا رايحين فين مع بعطينا ان شاء الله فأول سؤال بيساعدني ان اكتشف اللي جوايا سؤال بديه جدا انا مين انا مين السؤال التاني انا جيت منين وانا فين ورايح فين فأنا مين كهوية وبعين انا فين كجغرافيا السؤال التالت ايه القيمة في حياتي بوزن الحاجات باني ميكيال باستخدم اني ميكيال في الحياة ناخدهم واحدة واحدة ونشرح كل واحدة بتتكلم عن ايه في الموضوع دوت السؤال الاولاني والمهم هو انا مين انا مين لو وديتك ورقة فاضية وقلتلك اكتبلي انت مين تعرف ولا هتكتب مجلد وحيبقى مليانة اسئلة انا مش عارف انا كده ولا كده هتعرف توصفلي انت مين ولا مش هتعرف توصف انت مين لما توصف انت مين هتقول لي اسمك وعنوانك اللي هو بيانات البطاقة ده انت يعني لو كنا سمناك اسمي تاني كنت طلقت واحد تاني يعني هل اسمي هو هويتي ممكن تبقى زغلول صح يعني وتبقى نفس الشخص صح يعني هل انا هو تقطيع وشي انا معيون كحيلة يعني كده هو ده هو ده انا شكلي يعني الفوتو بتاعي هو انا ولا ممكن نفس الشكل ده كان يبقى جوه شخصية تاني خالص يعني انا مش اسمي صح وانا مش شكلي صح ولا محل اقامتي لاني كان ممكن تولد في عائلة تانية في محل اقامة تانية انا مين وانا عارفني ولا مش عارفني وهل اللي عرفوا عن نفسي هو اللي الناس عرفا عني ولا اللي عرفوا عن نفسي غير اللي الناس تعرفوا عني يعني انا رأيي في نفسي مثلا اني مش زكي ده رأي ناس فيا ولا الناس Darren أنا أنا مش زكي لا اللي يعرفت عن تاني والعكس في ناس فكرة ان هي أينشتين أبو شرطة مثلا والدليل ان انا ما اخدتش الابتدائية مثلا زي ايمنشتاين يعني عندي دلائل انا اعشبها ايمنشتاين بينما رأي الناس ممكن بقاش كده هل رأيي في نفسي هو رأيي الناس التانين فيا لو ادينا ورقتين واحدة ليك واحدة لماما لبابا لاخويا لجوزي يكتب نفسي الحاجة ولا يكتب حاجة تانية انا اكون هادية طبعه والعصابي شديد العصابية ايه تبقى نصيبة لو اللي عرفوا عن نفسي يختلف على الناس عارفينه عني اذا انا بلبس ماسكات مش كده حققتي تختلف عن ما ابدو عليه انت مين هنديك واجب فضلك في البريك اعمله اكتب صفحة اوصل فيها نفسك حاول تعمل كده حاول تواجه روحك بانك تكتشف انت مين ها حط كده واجب ارجوك وعزيزي مشاهد من فضلك بعد ما تخلص الحلقة ارجوك اعمل الواجب ده مع نفسك في كراسة فاضية او في النوت بوك اللي هتلاقيها على الويب سايت اللي ممكن تداون النوتة ديت وتكتب فيها الواجبات وتحلها معنا لان دي هتكون رحلة هتساعدنا في النهاية ان يكون عندك كشكول كتبت فيه ايه وكتبت فيه عن نفسك لان دي رحلة لاكتشاف نفسي على حقيقتها بما فيها من الام وبما فيها من جراح واضح حكاية دي انا مين الجمال في الموضوع دوت لما يبص عن ربنا فاكرين لما ربنا ظهر لموسى في جبل سيناء وارسله موسى سأله سؤال مهم قوي فاكرين قال له ايه قال له ما اسمك فاكرين الحط دي موسى سأل ربنا قال له ما اسمك لان الاليها كانت وقتها بالذات هو عايش في مصر وانتو عارفين مصر مليانة عليها واسمك من اول من الاخر يعني بقى يعني ازيس وقز ورس وحرس ورع وطع وبع وكمية مقولة من الاسمك فاقال له اقول لهم اسمك ايه وكأن الشخص بتعرف بايه باسمه ربنا جاءه وقال له ايه اهيا الذي اهيا يعني ايه اهيا اللي هو يهوى اسمه يهوى لا احنا فهمنا غلط ربنا ما اسموش يهوى اي ام ذات اي ام انا هو الذي هو ده اسم لا ده مش اسم عايز يقول له ايه بيقول له احنا ليه بنسمي بعض ليه بنقول سعاد وعادل ونانسي وتفيدا ورامز ليه بنسمي روحنا اسماء عشان احنا ايه كتار لو واحد ما فيش غيره نسميه نسميه فربنا بيقول له انا ما فيش غيري الاليه اللي حطن لها اسماء دي انتو عملنا فبتحط لها اسماء بس انا انا هو الذي هو انا انا ما فيش حد تاني لا يوجد اله اخر انا الله انا ما هنديش اسم انا مش محتاجي بعندي اسم والجمال بقى ايام جنون. لا 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 لا. مش في الشغل مهذب وفي البيت. قليل التهذيب. انا هو الذي هو. I am. That I am. انا عارفني. وببدو للاخرين على حقيقتي. مش اسمي هو هويتي. شخصي هو هويتي. وشخصي دوت مش غامض. ومش مكلكع. ومش محتجب. ومش مش عايز الناس تعرفه. بالعكس. انا ابدو على حقيقتي. ده انت? ده انت? ولا من كتر العقد انا بقيت شخصيات كتيرة قوي. من كتر ما انا عندي صغر نفس. فبقى في عندي شخصيات نفسي اكونها. فعندي ابطال. وبحاول اقلدهم عشان اكونهم. ابني صغير واحد من الولادي يعني الصغيرين مش اقوله هو مين? هو صغير. يقول له هم شباب دلوقتي. فكان يشوف فيلم روبين هود. تاني يوم ننزل نشتري كل مستلزمات روبين هود. ويصحى الصفحي روح لابس روبين هود. وبالسهم. وطبعا السهم بيتكسر. نعيق نجري. فكنا بنجيبهم يعني يعني عشان خاطر ما ما يبقاش فيه وقت. فانيبقى عندنا سبير للأسهم. وبعدين نشوف زورو. تاني يوم يبقى زورو. والطايرة اللي هي البتاع عادية والهات والسيف بتاع زورو. 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 وبعدين اليوم اللي بعديه احنا سوبرمان. فحنا سوبرمان. وبعد شوية مش عارفين هو هيبقى ايه النهاردة. هو روبين هود ولا زورو ولا سوبرمان. فبعد شوية كنا بنسأل روحنا. هو مين? هو مين? ده طفل من حقه يعمل كده. بس ياما ناس كبرت وفضلت كده. بتقمص شخصية مسألة الاعلى. ودي اقوحش حاجة في الحياة. ليه? لان انت مش هو. انت مش هو. انت بتحاول تكون هو. وعمرك ما هتقدر تبقى هو. ولانك بتحاول تكون شخص اخر مش انت. فبالتالي عمرك ما بتكون نفسك. والوحيد اللي تقدر تكونه هو مين? هو انت. فلو انت مش عارف انت مين? عمرك ما هتبقى نفسك. لانك بتحاول تكون واحد تاني. هو مش انت. انت عارف انت مين? وبتعيش نفسك? ولا انت مش عارفك? وبتحاول تكون شخص اخر تتمنى تكونه. وعمرك ما هتقدر تكون. واضح السؤال ده مهم ليه? واضح السؤال ده مهم ليه? السؤال التاني. انا جيت من اين? فالناس اللي بتؤمن بنظرية دارون انا جيت من حاجة ما بين الشامبانزي والايب كده. الايب ده اللي هو الغوريلا الكبيرة ديت كده. والشامبانزي ده الصغير الزاكي. فانا ما بينهم كده. مانيش بالضخمة دي ومانيش مفعوض كده. انا ما بينهم. فتطورت وبقيت مفروض كده. فانا امي شامبانزي وابويا غوريلا. فانا جيت بمحدث صدفة. وليس ليه معنى وليس ليه هدف في الحياة. ولا انا ذرية الله. المسيحة قال اليهود كده. انا اعلى من اين قتيت. ما كنتم متعرفوز. انا اعلى من اين قتيت. والى اين انا ذاهب. انا مش بس انا عارف انا مين. انا عارف انا جيت منين. ورايح فين. وعارف انا هنا دلوقتي. بعمل ايه. من غير التلات نقط دول. ايبقى حضرتك ايه? تاية. تاية. صح كده? لو انت نزلت بلد. ومش عارف خريطة البلد دي ومتعرفش انت موجودك فين. كان زمان في مدينة التحرير. زمان اوي في مدينة التحرير. في خريطة كبيرة اوي للقاهرة. كويس? وكانت نقطة جميلة جدا في الخريطة ديت ان في نقطة موجودة كده باللون الاحمر او لمبة منواري يقولك انت هنا. فتعرف على طول انت. لو ما فيش النقطة ديت. دي خريطة القاهرة. طب يعني فين بقى في القاهرة? ما عارفش. وبعاني يقولك انت هنا. وبعاني يقولك عايز تروح فين? فتدوس عايز تروح فين? يطلع لك ويقولك اركب الاوتوبيس الفلاني. تخيالوا. دا ايام زمان اوي. ايام يعني ايام زمان اوي. اركب مش عارف ايه? ويوريك النقطة اللي انت شورت عليها ديت. فين? تنورلك. فتقدر تشوف من هنا لهنا شكلها ايه? لو عايز تمشي او لو عايز تركب. دا الجي بي اس. مش كده زي النافيجيشن دلوقتي بيقولك كده على طول. بيقولك انت فين? وعايز تروح فين? وتركب من اين? وتسوء ازاي? في حياة الانسان لازم اجاوب على الثلاث اسئلة دول. انا جيت من اين? لان دا جزء من هويتي. انا وقف فين دلوقتي انا تايه? ولا في الحطة الصحة في قصة حياتي? ولا انا برا القصة اللي مفروضة اكونها? ورايح فين? انا مسافر فين? القطر اللي تقرر تسافر. فتاة تجي بشانتة وتروح ماليها. وبعد ان تروح نازل. ووقف على محطة. وبعد ان يجي قطر. من غير مطاق يروح تروح وتحر عكب. وبعد ان تقول له قطر على فين? مقبل. مقبل? يعني ما قبل? يعني رايح ناحية الجنوب. ايو رايح فين يعني? رايح في التجاه المين يا السيوت. مش عارف لغاية سوهاج لغاية انا لغاية اسوان. فهم? لا مش دا ما قطر عايز نزيله محطة اللي بعدي? معقول? انت لازم تحدد قبل ما تركب? انت رايح? فين? ناس كتير في حياتهم. التلات اسئلة دول مش متجاوة عليهم. انا جيت من اين? انا واقف فين? انا عايز روح فين? من غير ما تحدد التلات نقط دول على خلطتك حضرتك تايه. حضرتك تايه. السؤال التالت. بوزن باني ميكيال بستخدم اني ميزان في وزن قيمة الاشياء. ما هو الشيء ذات القيمة في الحياة? في تلات موازين في الحياة. في تلات موازين. انت اني ميكيال بيتقيس به انت مستخدم اني ميزان في التلات موازين دول. ميزان الاول الناس بتستخدمه الشكل. قيمة الإنسان في شكل مظهره فالبنت بجمالها الولد بقى ناقته ركب ايه ساكن في اين الشكل شكلي لبسي عربيتي بيتي القيمة في الشكل البرواز ولا الصورة الأهم برواس طبا بجد شكلي برواس هو نحط اي صورة ولا القيمة في العقل ولا القيمة في العقل في العلم الرائل مش عارف لايه اساس في الراس ولا اسمها ايه العلمة في الراس العلمة في الراس مش في الكراس فالقيمة هنا مش ركب ايه الهنا الشهادات الزكاء الحكمة المعرفة دي القيمة انا بشتري الدماغ انا بشتري ايه؟ الدماغ خلي بالكو من الميزانين ده الغور بعض ده المنظر وده الدماغ الحسن باطل والجمال غش المرأة المتقية الرب اللي تنبع بس تقول لي مين تقول لي مين يجيلي الشاب من دول يقول لي اشيش عايز اتجوز اقول لي حبيبي البنات زي الفل وكتار قوي يقول لي اسا انا بس عندي شرط مهم قوي اقول له ايه يقول لي بس عايزة جميلة جدا ليه حبيبي مع انك انت الحمد لله يعني مش جميل يعني يعني ليه عايزة جميلة جدا يقول لي عشان خاطر عيني ما تزخش ايه يقول لي عشان عيني ما تزخش يعني اللي حيحفظ اخلاصك لمراتك جمالها يعني عربيت ده انت زايخ فعلا يعني طب هي يعني شعرها اسود وعينيها سودة طب ما يعني ممكن في يوم الايام الشعر الاصفر والعينين البتاع ده ابقى لوينها يا أسيس انت يا ابني هتاخدها كل يوم على لون ولا ده القيمة القيمة الشكل القيمة الشكل ولا القيمة الزكاء والعقل والعلم والمعرفة والشهادة ولا القيمة في القلب خلي بالكو من الفارق كبير قوي العلم ينفخ والمحبة تبني سليمان الحكيم في نهاية كتباته بيقول الكتب الكتيرة والعلم الكتير هم وكنت فاكر اني هي دي طلعت مش هي دي ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصياه لان هذا هو الانسان كله الجمال غش والحصن باطل المرأة المتقية الرب هي التي تمدح لما بتكلم عن مواصفات المرأة الفاضلة مش بيكلم عن جمالها مش بيكلم عن زكاها بتكلم عن عطاها وإخلاصها ووفاها بتكلم عن قلبها بتكلم عن شخصيتها مش بيكلم عن شهادتها مش بيكلم عن طول الرموش القيمة ثين انا بوزن الحياة بآني مقياس وده اللي تعلمنا في الحياة تعلمنا البنت تتقاس بجمالها والوادي تتقاس بشهاداته ها؟ وجيبه المقاييس العوجة بتخليني اطلع شخص معوج بتخليني امشي في سكة غلط بتخليني اقيس الحياة بمقاييس غلط المقاييس الغلط دي هتعمل فيي أنا إيه؟ هتبهدلني أنا مش بس هتخليني اخد قرارات غلط هتخليني اهتم باللي مش مهم والمهم القلب مش باهتم به لأن القيمة للشكل فبجمل شكلي القيمة للعقل فبخزنه معلومات وقلبي فقير جاف يابس كتاب بيقول ايه؟ فوق كل تحفظ احفظ ايه؟ قلبك ليه؟ لأن منه مخارج الحياة يعني يا ربيات ودي أقل حاجة أنا باهتم بيها أنا باهتم كمؤمن أني أنا أسمع وعظات وأتأثر وأعرف أني أنا لازم أخد خلوتي بتاخدها؟ أنا مش مهم المهم أني عارف وبقى وعظها المهم أنك تحب ربي لك من كل خلبك بتحبه؟ مش لازم وما لهو إيه اللي لازم؟ معرفة أنا اللي بيسألني بجاوب وأقرأ من كتاب طلع وأقول وأحاج الناس وأقنع الناس بس قلبي خاوي قلبي مش مختبر قلبي مش عايش قلبي مش دايق حلاوة ربنا مش بحبه مش بحبه مش بحب الناس مش بحب الحياة مش بحبني أبقى أنا إيه؟ أبقى أنا فاضي أبقى أنا فاضي أبقى أنا إنسان فاضي أبقى أنا إنسان مجوف في شوية معلومات في مخه أو شوية فلوس في جيبه وشوية مسحيق وشوية لبس لبسه بس من جوه أنا إنسان فاضي فاضي ثين القيمة أنا بوزن بأني مزان أنا بهتم بإيه؟ الشكل المهم ليه قيمة العلم مهم ليه قيمة لكن القيمة الأكبر ثين الميزان الأول اللي بتأكد بيه إنه سليم ومزبوط اللي أنا هنتكلم عنه من شوية اللي بوزن قلبي وبقيس قلبي في القول بقيس قلبي ولا بقيس عقلي ولا بقيس شكلي بتفرج على المراية على شكلي بتفجر في المراية على عقلي ولا ببص في المراية على قلبي فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة الدراسة بتاعتنا الرحلة بتاعتنا هتركز على القلب وحناخد رحلة كلنا عشان نزور قلوبنا نزور قلوبنا نزور المنطقة العمياء دي المغلفة والمغلقة والحجر المظلمة اللي فيها وندي وقت لربنا يرمم القلب ده يزبط القلب ده يزبط الإنسان الداخلي يزبط الشخصية دي يرجع لها جمالها اللي عمله جمالها ولما اللي جوه بيبقى حلو يا أولاد بيطفح على الوش تعرفين لجاة دي بيطفح ولما اللي يبقى اللي جوه متقلم وقبيح بيطفح برضو فين هلوش بتبص في العينين بتشوف العينين شباك بيدخلك للقلب فبتشوف اللي جوه اللي جوه فرحة وابتسامة واللي جوه حزن وكآبة اللي جوه نور ولا اللي جوه ظلمة اللي جوه أمل ورجاء ولا اللي جوه يأس وخي بتأمل اللي جوه حب ولا اللي جوه بغضة ومرارة فوق كل تحفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة اسمحوا لي أقف هنا المقدمة بتاعتنا اللي احنا تكلمنا عنها دي مجرد بنحاول نفتح الموضوع بنحاول نوصل لقلب المشكلة الحقيقية واللي احنا وقفنا عنده من لحظات دي التلات أسئلة دي في غاية الأهمية أدعوك عزيزي المشاهد إن في رحلتك معانا لغاية لما نلتقي بكرة في الحلقة القادمة من فضلك حاول تجاوب على التلات أسئلة دي بإخلاص بينكم ومن نفسك من فضلكم أحبائي في كراستك قبل الحلقة اللي جاية عزيز كل واحد بينه وبين نفسه يحاول يجاوب بإخلاص على التلات أسئلة دول اكتب بإخلاص مع نفسك إيه إجابتي الصادق معرفش تاية أعرف دي ما عرفش ديت اكتب بإخلاص واجه نفسك اتفقنا على حاجتين الصبر والصدق هنشتغلها مع بعض صح؟ احنا مع بعض هنهنمسك في إيدين بعض وحناخد الرحلة ديت مع بعض كده عزيز المشاهد أدعوك وإنت بتتفرج على الحلقات ديت أرجوك خلي معاك ناس تفرج على الحلقات دي ومعاك إخواتك ما تكونش لوحدك وحتلاقي على الشاشة من الحلقات اللي جاية على طول تليفونات تقدر تتصل بيهم لأنك هتحتاج ناس تساعدك وتصلي معاك وتمشي معاك رحلة الشفاء دي من فضلك ما تطلعش الرحلة ديت لوحدك لازم ربنا يكون معاك ولازم إخواتك كمان يكونوا معاك إلى أن نلتقي في حلقة قادمة ربنا يحفظنا تلاميذ للمسيح أمين